مستقبل مجهول ينتظر دينار العراق واقتصاده وتوقعات منهيار وشيك للعملة المحلية بسبب الفشل الحكومي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي باتت تداعياتها وخيمة على العراقيين وليس سواهم فبعد آخر تخفيض لقيمة الدينار بداعي وقف النزيف الاقتصادي بات إيجاد حل لارتفاع سعر صرف الدولار أمرا صعبا للغاية خاصة بعد اقتراب سعر الصرف من 150 ألف دينار لكل 100 دولار وفقا للجان برلمانية وخبراء اقتصاديين لتصبح مسألة إيجاد حل فوري وناجع لواحدة من أخطر مشاكل العراق ضرورة لا مفر منها وفي مقابل ذلك لم تعلن حكومة الكاظمي أي خطة واضحة لمعالجة تهاوي الدينار حتى الآن ورغم مطالبات نيابية للحكومة باتخاذ إجراءات ممكنة لتدارك تأثير خفاض قيمة الدينار على حياة المواطنين ومنها إنهاء مزاد بيع العملة الأجنبية وبيعها من خلال البنك المركزي مباشرة للمواطنين وتجار السوق ودعم ذوي دخل المحدود وحماية وتشجيع المنتج المحلي إلا أن هذه المقترحات لم ينفذ منها شيء حتى الآن باستثناء استمرار مزاد بيع العملة المحتكر من قبل المصارف والشركات التابعة للأحزاب المتنفذة ومنذ إعلان تخفيض قيمة الدينار أواخر عام 2020 لم تفرض حكومة الكاظم أي رقابة على التجار الذين يستوردون بضائع غير ضرورية بهدف تهريب العملة الأجنبية والمشاركة بغسيل الأموال فضلا عن إهمال توفير مفردات البطاقة التموينية وعدم الجدية في دعم ذوي الدخل المحدود بجانب عدم تقديم أي تسهيلات آنية للقطاعين الزراعي والصناعي لضمان بقاء العملة الأجنبية داخل العراق وكبح الاستيراد تخفيض قيمة الدينار دون إيجاد حلول بديلة أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم ليصل إلى 4% كما ارتفع معدل التضخم السنوي في كانون الأول الماضي بنسبة 3.2% على أساس سنوي بحسب تقارير اقتصادية في حين يعاني الاقتصاد أصلا من انكماش يبلغ 11% قبل خفض قيمة الدينار وفقا لصندوق النقد الدولي